يقول السائل ما حكم صيام تسع من ذي الحجة أقول وبالله التوفيق الأمر في شأنها واسع إن شئت صمت وإن شئت أفترت أما عن الوارد فقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صام النبي العاشرة في بيته قط تنفي وورد من طريق هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي أنها قالت ما ترك النبي صيام العاشر في بيته قط وهذا السند فيه ضعف وعند الجمع بين الحديثين في حال ثبوت الخبر الثاني فكل زوجة حكت بالذي رأته فيجوز أن تصوم أحيانا وتفطر أحيانا إذا صححنا الخبر الثاني أما في حال ضعف فحديث عائشة في صح مسلم أثبت التي تنفي فيه لكن عموما الصيام عامل بر إن شئت صمت وإن شئت أفطرت وأنت مثاب إذا صمت